هاي معكم سيميا بيوتي خبيرة تجميل اليوم سنقدم لكم وصفة لإطالة الشعر لمعالجة تساقط الشعر وخاصة علاج الشعر التالف أو الشعر المتقصر إذا نحتاج إلى بيضتين نأخذ منهما فقط أصفر البيض إن كان شعرك طويل إن كان شعرك قصير بإمكانك الاكتفاء بأصفر بيض واحدة وزيت الزيتون هذا زيت اللوز الحلو إن توفر لديك إن لم يتوفر لديك فلا بأس إذا سنبدأ بمزج الخليط مع بعض من البعض إذا سنقوم بإعداد الخليط فصلنا أصفر البيض وأبيض البيض نضعه أبيض البيض على جلال ونأخذ أصفر البيض ونقوم بتخليطه ثم نضيف ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وملاعق من زيت اللوز الحلو إذا بعد ذلك يترك على الشعر لمدة من ساعة إلى ساعتين ثم يغطى بهذا الورق البلاستيكي الشفاف حتى تفتح المسام وبالحرارة التي يعطيها هذا الورق إذا وتكرر هذه العملية من مرتين في الأسبوع أو حتى مرة واحدة في الأسبوع إذا لا تنسوا الاشتراك بالقناة والالتحاق كذلك بقناتي زمية بيوتي لرؤية هذا القناع بكل التفاصيل ورؤية النتيجة إلى اللقاء ودمتم بخير وفي وصفات قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة